احنا في عوز وحاجة للطف ربنا وكرم ربنا وجبر ربنا يعني ده حاجة لا ننكرها لان احنا بشر ولا ننكر على انفسنا ابدا البشرية الامر وبشريتنا وانسان لا يعني خلينا نعيش مساكين والله احنا مساكين والله يا رب ولكن الاسبوع ده مختلف الاسبوع ده في حسن خاتمة الاسبوع ده صيمة سجد الله انا عايز اقول لكم حاجة يعني حد من الصالحين شعر فهم يعني ممكن رفتن على اسم ولا لأ حد من الصالحين دايما يدعي اللهم انا نويت صيام النهاردة يا رب اعزمني عندك يا رب يا رب الا الا تكتب عندك انك عزمني النهاردة عندك افطر عندك والله اعزمني الدعاء اللي كان بيقولوا فحاجة جميلة حاجة جميلة بحسن خاتمة صيام ليس له جزاء الا الجنة قيام وراحة حاجة ويخارحة عمره قصدي وعمره في العشر ومع زوجة ان شاء الله يكون يا رب راضي عنها يا رب اقولوا امين الجمال ده فانا جاي اقول لكم عبد فقير انا والله جاي اقول لكم على بشرة يا يا الله يا رب اصلح ليح القلب يا رب بشرة من بشريات الدنيا واذ ربنا يشأ امر اخر انه يدينا بشرة من الاخرة بحسن الخطم يا مسلمات يا اللي بتتفرجوا علي يا مسلمات يا زوجات يا بنات يا رجال الا يهتز قلبك وقلبك كده يبقى مش قادر كده وحابب حسن الخاطمة مع الله عز وجل ايو الله حسن الخاطمة مع ربنا سبحانه وتعالى ايو الله يا رب عايزين والله والله يا رب عايزين عايزين حسن الخاطمة وان ربنا يختم لنا بالصالحات ويختم لنا بالطقوة ويختم لنا بالقرب ويختم لنا يا رب صايمين بقى سجدين بقى مجاهدين شوها ده ما تفهموش هتيجي ازاي بس ها متصدقين على خير على دعوة افضل الاشياء والله ايوه عايزين كده احنا عايزين كده يا رب والله وانا اتمنى على الله ذلك والله انا لما سمعت الخبر يعني اظهر في نفسيتي قوي 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 ويعني واحد اهتز كده وكمان لما قرأت يعني سبحان الله بناتها اللي كانوا بيتعلمها كانت معلمة لكتاب الله وبناتها اللي بعلموا كذا وتعلمنا الخير وتعلمنا الكرآن وتعلمنا خير قول يا ربي اه ده ده امر جميل ولكن حسن الخاتمة كمان حسن الخاتمة رب احسن لنا الخاتمة بحولك وقواتك ولعل ربنا عايزنا نبتدي العشر بالكلام ده العشر بدء من امبارح طبعا وانا ان شاء الله هطلع يعني مش عارفة انهي قبس في كل هاخد واطلع بي اوريكو السماء والدنيا عاملة ازاي لكن لا جاوه مختلف امبارح والنهارده نهارده مختلف بس ايه يعني ايه برضو ايه خلينا يعني خلينا خلينا نتوكل على الله بلاش ناشر وندعو الله سبحانه وتعالى ندعو لأم الأخت الفاضلة زوجة الشيخ سامح أنديل ندعو لها اللهم اغفر لها وارحمها واجعل مسواها الجنة يا رب واقبلها عندك في الصالحين يا رب وبشرها بروح وريحان ورب راد غير غضبان يا رب اجعلها عندك فعليين يا رب اللهم اجعلها فعليين يا رب اللهم تقبلها في الفردوس الاعلى يا رب يسر لنا يا رب من يدعو لنا اذا صرنا الى مصارت اليك واحسن لنا الخاتمة بحولك وقوتك انت اقولوا امين يا رب يا رب يا رب اجمل بشرة اجمل بشرة على قد الفراخ صعب وهنعود ونعيط واولادها وزوجها يعني فاجعة الموت ولما اصابتكم مصيبة الموت الخيبية الوحيدة اللي موجودة في حياتنا الموت الخيبية الوحيدة اللي احنا بنشوفها كل الغيبيات لا نراها الجنة الملائكة مؤمنين بيهم لكن لا نراهم مصدقين كلام النبي ومنتظرين إلا غيبية الموت موجودة أدعو الله سبحانه وتعالى يارب يحسن لنا الخاتمة وإياكم وندعي دايما بأدعية اللهم أمين يا رب ندعي دايما بأدعية إن الله سبحانه وتعالى يرزقنا حسن الخاتمة وعفوه الكريم يحب العفو عفو عنه الحاجات اللي عايزة أوصيكو بيها النهاردة وركزوا معايا عايزة أوصي أمور خاصة بدن وقلب أمور خاصة بلسان وقلب كله قلب لأنه مش هينفع لازم القلب يكون حاضر وأمور خاصة بالعزيمة بالهمة ونويانة في الموضوع أنا جاءة نهاردة اديكم مش عايزة أقول خطة الإنقاذ يعني خطة الإنقاذ وأنبوبة أكسجين وتلفز جديد للرئة وتحط بقى جهاز صناعي ولا جهاز عشان يحييك نجاتكو في الأيام الجاية ضاع اللي فات استغفر الله يا رب استغفر الله مش عايزة أقول كده بزع القوي وبحزن بالكلام ده ضاع اللي فات ضاعت الأيام اللي راحته ضاع العشرين تعالوا بقى تعالوا لسه في فاق لسه لسه تعالوا إنما الأعمال بالخواتيمة بص إديكم ركزوا معايا في اللي هقولوا ده ركزوا معايا لعل نجاتكم لعل نجاتكم في اللي أنا بقوله لا عليكم ركزوا معايا شوفوا أول حاج الصلاة على وقتها هني الصلاة على وقتها الغلط اللي بيحصل وركزوا يا مسلمين يا بنات تقول لك يا العشر الأخرى عشان أقوم أجيب بقى واتهجر وبتعفت نام طول النهار نضيع الصيام يعني يعني فين بقى فين إحساسك بجهد الصيام لا يعني لو أنت هتقيلي من الظهر العصر نملك عشر ده ربع ساعة نصلاح ده أقصى حاجة تمام ده أقصى حاجة لكن ما نزودش عن كده ونضيع طول النهار نايمين وبعد كده بالليل خلاص لأ يبقى أول حاجة الصلاة على وقتها الصلاة على وقتها الصلاة على وقتها الصلاة على وقتها تصلي في بيتك تمام الرجال يصلوا في المسجد رقم اثنين ركزوا معايا السنن النوافج اللي ثبت يهى السنن الرواتب اللي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم ايه هي السنن الرواتب رقم واحد رقعتين الفجر ما هي الفجر دي المسهلون السنو السنة المؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم ادي كده اتنين اربعة ستة واثنين تمانية واثنين بعد المغرب عشرة واثنين بعد العشرة اتناشر اتناشر سنة نافلة رواتب بني له بيت في الجنة بس ادي كده دوم يبقى الصلاة على وقتها السنة النوافل اه بصوا الجمال صلاة الضحى متتسبش صلاة الضحى يا ابن ادم ارقع لي اربع رقعات اول النهار اكفيك اخرة لو عايز ربنا يكفيك هم الدنيا ارقع اربع رقعات فينا صلى اربع رقعات الضحى واربع رقعات الضحى نبسة اربعة تمانية اتناشر ستطلع الى ما شاء ولكن هي ثبتة عن النبي صلى الله عليه وسلم اربعة وصلى اربعة ده اقل حاجة يبقى في الصلوات يجتمع فيه قلبك نعم صلاة على وقتها السنة النوافر اربع رقعات الضحى وايه كمان من الصلوات صلاة التهجد طبعا تصلي التروح في المسجد تمام لكن الصلاة التهجد دي بقى ما تتقطعش لو الرجال عندكم مسجد بيصلي تهجد خر وبركة ما عندكمش مسجد بيصلي يبقى انا بصليها في البيت من اول التلت الاخير ما بيبتدي وصلي صلاة التهجد اتنين اربعة ستة تمانية عشر على حد واحد وعشرين رقع ادي الصلاة ما يدعوش وطبعا نختم بايه يا جماعة نختم بصلاة الوتر وفيها الدعاء يبقى دولة الاربع صلاة اللي انا عايزاهم منك اللي المفروض ان انا ما سبهمش وحافظ عليهم ده رقم واحد رقم اتنين اللي هعمله بالثاني مع حضور القلب ايه اسكار الصباح والمساء كاملة واقلوكو دولوقتي هنقول الاسكار ازاي والضوحة ازاي يبقى اسكار الصباح والمساء كاملة تحصن لك ويبقى حتى انت ذكرت الله سبحانه وتعالى بالادعية المقصورة عن النبي سعى صلم في الوقت ده رقم اتنين من اسكار الصباح والمساء بصوا فيه ذكر كده اسكار ستة استنبق ما تتعدوش عليها هات بالالف في اليوم هات بالخامس الاب رحبكم بقى منها الاستغفار عايز من كل هم فرجه ومن كل ضيق مخرجه يا رب اللهم امي نرزقنا يا رب من جميع الذنوب والخطأ وسيد الاستغفار اللهم ما انت ربي خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك وعاديك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوه لك بنعمتك علي وابوه وبذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا سيغة سيد الاستغفار يبقى قدل الصلاة والرسول على السلام تكفي الاستغفار والصلاة والرسول على السلام يقفى همك ويقفى الظلم عايز ربنا يفرج عليك في كل حتة صلى على الرسول صلى على الرسول أنا بقولك هم